أهلا وسهلا فيك أصدقائي في حلقة جديدة في يوم جديد في موقع جديد في إشارة مش عارف شو هي صراحة يعني تمام يعني في إشارة أنا بحاول أعرف شو هي بس مش عارف شو هي اللي بيعرف شو هي يكتب لنا بالتعليقات ولا لا يا شيخ تمام خلينا نشوف مع بعض الإشارة يا إخوان بسم الله الرحمن الرحيم طبعا عندي الصفا هون الجرون الموجودة على الصفا هي جرون قبول حسا هون احنا فاهمين طبعا مش يشترك في القناة يشترك في القناة يفعل الجرس وعطونا لايكات وزبطونا الوضع تمام الجرون الموجودة هي جرون قبور متفرقة ماشي هذا فاهمينه يعني هاذ النقطة هاي فاهمينها الآن اللي بحكي ما بعرف فقد أفتع يعني شغلة بنقول احنا اللي بحكي ما بعرف فقد أفتع ماشي الآن في عندي إشارة بدنا نشوف اللي معانا رح يحكونا إيش وضحها تمام ويحكونا شو القصة كاملة تمام عندي هاي الإشارة يا اخواني الآن لو بدأتطلع عليها بالشكل هاي شايفينها مع بعض الآن عندي بصمي هون ماشي مع بصمي هون لكن هون متصل في بابه ماشي نيجي نقول سرديب نيجي نقول هاي سرديب ماشي مع التوجيه نيجي نقول حية ماشي على الحالتين بتزبط سرديب حية على الحالتين بتزبط طيب لما بيجي بدو يزيع يعمل حية بدو يعطيها توجيه خلينا نعتبر الحية ببلش من هون ماشي بتعطي مثلا توجيه اول بهذا الاتجاه بعدين بتعطي توجيه ثاني بهذا الاتجاه ماشي طيب حط البصمي هون حط توجيه ثاني هون يعني التوجيه هاد أعطاني توجيه داخلي شايفينه كيف وداني توجيه توجيه مية بالمية هاي طيب اعطاني التوجيه هاد مع انه عنده توجيه هون عنده توجيه هون اذا كانت حية احنا بنحكي اذا كانت حية لكن الاشارة مش معطية انها حية شايفين هكيه خانا اوخد سكرينشوت لها تعطونا بالتعليقات يا اخوان ايش هي هاي الاشارة طبعا هسا راح نشوف اشارة نفسها لكن قلبينها قلب يعني شايفين هسا الاشارة هاي شايفين وضعها هاي هات الشكل تبعها هيك صح ماشي هسا راح نشوف اشارة ثانية طبعا معناها بربع مربط هون شايفينه هاي هاي المربط هاي مربط بسيط بس احنا دايما مربط فوق الارض ما بنعترف فيه ماشي لكن هو زي مربط التكنيزي خلينا نحكي المربط تثبيت الاشارة ماشي تقريبي يعني معاها اشارة لجف نازل معاها من هون لكن فحصناها ما بتثبط اشارة لجف هاي تمام اذا التمويه اللي حطوه مشكلة الان اشارة شفناها هاي هي الاشارة الثانية نفس العملية تمام هاي هاي الاشارة نفسها هاي هيك وهيك يعني اذا قلنا هذيك حية طب هايش تقريبي يعني تقريبي نفس الاشارة يعني العكس تباحها هذا للتوجيه هايو هذا الموجود هون هاذا التوجيه ماشي التقريبي يعني نفس الاشارة اشتغي نفس الشكل تقريبا صح اه معكوسة جايب بالشكل ها تمام هاي اشارة وهاي اشارة لان الجنون الموجودة حكينا احنا خلص بصمة منها اخذنا انه في مقبرة او انه قبر متفرقة ما بتهمنا ماشي مع انه شكلها حلو يعني يعني ممكن نلاقي بصمات هون هاي هاي متلا بصمة وهاي هون بصمة حكينا عن البصمات قبل هالمرة وحكينا عن التأكيد تباحها هاي هون كمان في جرن تثبيت اثنين في اثنين شايفينو جرن تثبيت اثنين في اثنين هاي وممكن ننفع بصمة كمان لكن متنقدرش نعتبر بصمة ما نعتبر جرن تثبيت طيب خلنطلع الاشارات كمان ايش ممكن نلاقي على الصخرة طيب ايش هي الاشارة انا ما اعرفتها يا اخوان فانا حطيكم مجال بالتعليقات تعطوني شو الاشارة طيب ممكن نقدر نحلها ممكن نقدر نحلها احطينا هاي هيك قص ممكن عندي قص هون تمام عندي قص هاي موجود يعني فصل الصخرتين عن بعض يعني فصل هاي الصخرة وفصل هاي الصخرة عن بعض تمام دقيقة طيب عندي فصل من هون لكن شابك في اخرة طيب يعني هيك هاي بطلة متحركة عندما نقول هاي الصخرة متحركة مع القص هذا اللي موجود هون يعني نعتبر هاي صخرة وهديك صخرة بطلة متحركة معنا فصلة هاي هيك فصلة من هون هي ويك من هون شابكة شوي هاي بس شابكة مع الصخرة لجنبها مع احتمال هاي وهاي متحركات طيب لو اجينا قلنا لو شلنا هاي الصخرة طبعا نشيلها مش في السهل ماشي لو شلنا هاي الصخرة مفروض انه يكون في بوابة تحتها تمام هون نازلين نازلين بس مش مكملين هون قداش نازلين بس مش مكملين طيب لو بدو ينزل من هون هل يعقل انه نزلته من هون بتنزل بني ادم ما بتنزل بني ادم طيب هاي الصخرة متحركة او غير متحركة يعني شابكة الصخرة مع بعضها ممكن تكون متحركة ماشي لكن تسكرتها يعني بتعني انه تحتيها دفايل لما فحصتها ولا ما في هيشي اخوان تمام مشكلة تعديق الاشارات في في صخرة واحدة مشكلة طيب بدفحصها هسا قدامكم اخوان نشوف ايش الوضع بس كنا هالتليفون دقيقة اخوان خليكم معنا شفتوا الاشارات انتو شفتوا الوضع تباحن ماشي انا ما فهمت شو الاشارة لكن بدفحصها يشوف شو واضحها خليكم معنا الان زي ما بنعرف عنا سيخ معدن سيخ فراغ بدنا نشتنلها اول اشي معدن يخوان بدنا نفهم بصدها معدن اي احنا حكينا قبور متفرقة لكن ممكن يكون في مقبرة تحت ممكن كاشارة احنا من اشارة انا ما بعرفها لكن بحاول افهم شو هي يعني بحاول افهم شو هي عن طريق القمة الاسياخ ان شاء الله انا ما بنفهمه بك من قد قندق 10 11上10 واحد اثنان اتنافي 456 7 8 9 10 10 10 13 فراثن عنا 18 40 اه واشتراح c'me rantato حيث تطلع الامعدن والسانة ما فيها معدن رح يطلع نقول بسم الله رحمن الرحيم ندور على معدن اخوان بس الاشاره على شمالي حط تمام لان حركت الازياغ هيها شايفينيا انا بده اطلع على هذا السيخ لانه الاشاره على شمالي اذا موقع على شمالي بده اطلع على هذا السيخ فقط ما بده اطلع على هذا لانه بده اطلقت كشغل زجاج خلينا واحتي لكن زجاج بظيف الان الاشاره اللي ما اعطتني ما اعطتني اطلعتني التأكيسه كاملي هل ندا هي Ranker على نفس السيخ اللي انا بديها الآن التأكيس اللي معطيتني ايه شايفين هكيه مش كاملة ما اعطتني ما اكملت يعني لو اعطتني تأكيس كاملة زي هي كان قلت هذا التجاه وروحت بالاتجاه ها ماشي لكن المعدن اللي موجود اللي مسكته مسكوا السيخ هو معدن بسيط جدا مش اشي عظيم طيب لو بنا نفحصها فراغ كيف نفحصها فراغ تعالي بس انا عادة كيف ببحث الفراغ عندي اشارة بوقف فوق الاشارة فوق الصفاء كمام بوقف فوق الصفاء بخلي انا فوق الصفاء باخر سيخ الفراغ اللي حاله وبشتغل عليه تمام بسم الله الرحمن الرحيم عندي احدد اشوف شو تحديدها الان الفراغ موجود لان احددتها قبل شوي الفراغ موجود ماشي هي سكرت معي هون الان في عندي على التحديد اللي حددته قبل شوي انا واقف فوق الاشارة حددت من هون مثلا شمال جنوب شرق غرب وانا فوق الاشارة يعني برجع فوق الاشارة بحدد منطقة الشمال بعدين برجع فوق الاشارة بحدد منطقة الجنوب بعدين الشرق بعدين الغرب تمام يبين معي التحديد مية بالمية الآن هاي أعطتني شغل غير الشغل اللي ما حدث زائما أعطتني شكل مستطيل خلينا نحكي لكن آخر المستطيل أعطتني مثلا خلينا نحكي زي إشي داخل لبرة يعني هاي قرب عليه جاي قربه جاي أخوان يعني على سبيل المثال ماشي الشكل اللي أعطتني مع الفحص اللي فحصته ماشي هو عبارة عن مستطيل بهذا الشكل ماشي وهون هذا مسكر من هون وفاتح من هون واصل لغاية هون ومسكر إذن الشكل جاي زي حرف L ماشي الشكل عطتني لهو حرف L يعني هاي هيك بعدين مكمل من هون بعدين مسكر من هون بعدين هيك 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 ماشي الآن المعنى المعنى تبع هذا الشكل ماشي أعطي شي دم بأن أبين في الكاميرا عندك المعنى تبع هذا الشكل هو عبارة عن مدفن عبارة عن مدفن يعني في عندي جثث هون وهذا هو اللي أعطانا أنه في جرون كثير إذن في عندي مدفن ماشي لكن هاي المنطقة اللي هون مش قادر أعرف ليش وحطينا هون ممكن القائد هون أو اثنين من القادي اللي موجودين من الجيش وهون بقية الأفراد والله العليم أنه ما عاملين بهذا الشكل لأنه هون حطينا القادة وهون حطينا الأفراد ماشي مش بالضرورة كل إشارة يكون فيها معدن يا أخوان هاي فيها معدن ممكن المعدن اللي فيها عبارة عن زر زر في أواعي الشو اسمه القائد تبعهم أو القائد الجيش زر ذهب ماشي هاي إشارة تعطيها بهذا الشكل لان إشارة المعدن تعطي بشكل غير هذا اللي احنا حسبناه على طيب نرجع للإشارة مرة ثانية ماشي نرجع للإشارة مرة ثانية عشان نتأكد إيش الوضع اللي عندنا لان هاي الإشارة زي ما احنا شايفينها اللي ما فهمنا شو هي صراحة يعني مش قادر أحددها هي حية ولا إش هي لأنه حية ما بتجي معي بالطريقة هاي يعني التوجيه هذا تبع الحية ما في عندي تمام وبقدرش اعتبره حرف واي ما بوزبط يعني هذا مش حرف واي ما بقدر اعتمده حرف واي حرف واي هو حرف واي وشفتوه انتم في الفيديو السابق لأنه اليوم أنا بصور قاعد ونزلت الفيديو اللي فيه حرف واي آخر وحرف واي تمام ما بقدر اعتمد هال حرف واي لكن شو بدي اعتمده أنا ما بانا لكن مع الفحص الآن مع الفحص بين معانا الشغل تبعه وبين معانا الرمزية تبعته إنه عبارة عن مقبرة تحت لكن كل الشغل هذا اللي موجوده هنا والشغل والقصص اللي هم حطينها على الصخرة هاي ما فيش فيها معدن غير إشي بسيط جدا مش مستاهل إنه نحفر عليه يعني مش مستاهل الشغل عليه نهائيا يا أخوان تمام لو بدي أدور على نقطة في ما في في أرض زي هاي بروح أدور على هالة بدور على تردد لأكبر نقطة موجودة وبشتغل عليها أحسن ما أنزل هون صحرة حطين لحطين صخرة والله والله جرافة ما بتشيلها يا أخوان هيا تمام شو بدو يحفر عليها جرافة ما بتطلحها كيف مركبين هاي على هاي على هاي ما بعرف تمام شوف القص تباحها شايفينه كيف قص قص يعني يعني ما فيش واحد بيجي يقول لك لا هذا مش قص هو قص تمام نقول بسم الله هاي قص صخر وبعدين نظامي يعني مش إنه عادي لأ ملس ومزبط وعلى كيف 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 شايفين فراغ بين هاي وبين هاي هاي الفراغ قص مزبوط 100% يعني هاي متحركة وهاي ثابتة طب هاي شو بدو يشيلها هاي هاي الصخرة جاي هاي بيلان مايري اه خيل هاي 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 زي الوتد هاي زي الوتد نعم زي الوتد يعني هاي ممكن تكون تسكيرها أوجود لكن كيف تكسر كل هذا الحجر اللي هو عشان تقدر تخش من هون عشان تقدر تخش عليها حتى ما تنزل معك 3 متر ما بتعرف بس كيف كانوا حطوها هذا الواحد اللي مش فاهمه وهاي تمام إذن إشارة حلوة يا أخوان إشارة روعة لكن أنا قلت لكم مش فاهمها ياريت بالتعليقات بتحكونا شو الإشارة هاي عشان نقدر نحدد الأمور طلعوا أنا حاطين كمان إشارة وهاي هناك كمان شو الرمزية هاي 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 رمزية المثلث ماقص ضلع رمزية المثلث هو عبر عن مدفن هاي هاي فاهمين هاي خرص هاي فاهمين ش قصتها طب هاي ايش نفسها هاي نفسها دولة نفسها دولة تمام بس هاي مش نكملة سيال يعني مش معطيها سيال للآخر مش بالضرورة الخبير الإشارة يكون يعرف كل الإشارات اللي في العالم تمام والله لو في خبير يعرف كل الإشارات اللي في العالم هذا لازم يوخذوه على وكالة ناسا تمام عشان وكالة ناسا بطلعوا على القمر لان اذا عارف كل الإشارات هون معنات بدو يطلع على القمر يعرف الإشارات اللي في القمر صح ولا لا ممكن يكون فيه إشارات جرون فوق ما ظل الشيشي يعرفه هون فمش كل واحد بدو يعرف كل إشي طب احنا بنمزح معاكم احنا بنعرف كل إشي حتى على القمر طلعنا وبنعرف شو فيها على القمر ماشي قررنا نوصل للشمس إشارة الشمس شفتوها؟ فيربد هون تمام؟ شفتو إشارة الشمس؟ ماشفتوها؟ ماشفتوها؟ صرديب 250 متر يا أخوان 250 متر صرديب وكل السرداب اللي ما شافه في الفيديو موجود تمام؟ كل السرداب عبارة عن كل 10 متر مثلا شمس هون وشمس هون ماشي؟ تمشي كمان 10 متر 20 متر تلاقي شمس هون وشمس هون حددناها وشويناها وظبطناها وماشتغلناها الحمد لله رب العالمين 250 متر تحت الأرض شكرا جميع المتابعة يا أخوان ولي مش مشترك في قناة شكرا جميعا شكرا جميعا اشتركوا في قناة شكرا جميعا